السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالإخوان الكرام في هذا اللايف القصير طبعا الحال مبعد من انتهت المباراة بخمسية مدوية مقدرناش نتصبروا للعشية باش نديروا واحد اللايف مباشر اللي تحليه المباراة نهضة بركان وموضي فيه نهضة الزمام راق نهضة خمسية كانت دخلة علينا وولاد خمسية دخلة علينا في مارش واحد مشاكل كبيرة ومهزلة في هاد الهزيمة غير المتوقعة لفارق نهضة بركان لأسباب والمسببات يعني ما يمكنش هالهزيمة تكون عادية ما يمكنش هالهزيمة تكون عادية واشنو كاينتما واش كاينش حاجة واش ما كاينش سيطرق سكيتوا تغيرت اطرت عليه موهم خاصنا نعارفوه هاد الهزيمة مين جايه ومين ما جايهش وان شاء الله هاد الليلة غري ندير واحد تحليل راهيب راهيب اعيدكم ان واحد تحليل غري يكون راهيب هاد الليلة لجميع اللاعبي بفارق نهضة بركان يشاركو في هاد المباراة وبطبيعة الحال بيدونه لغاية الخاشب وان شاء الله تكون الصراحة والمصراحة لانه لا يعقل انه نهضة بركان يسقط بخماسية مدوية فان هاد الزمامره مال هاد الزمامره لعبت تيكي تاكا لعبت بلاعيبين صغار لعبت بلاعيبين يصنع النواوي لعبت بلاعيبين عادينا تطنخم ساره لا يمكنش سيد المدرب لعبت بلاعيبين كات كات دو وكات تروى تروى لا يمكنش بياجورو حدرافو هاد لعبين خسروا بخمسة وشنو كاين وشنو كاين سيد المدرب وش ما قادرش يصوق المدرين يقدم استقالتهم الزمامره لما قادرش يصوق راكاين اللي يصون كاين المدربي اللي بغن يجيو البركان وطيراز عالمي دان مشكلة ومشكلة انتظروا ان شاء الله في البيت المباشر ديال الليل ان شاء الله اللي غا يكون فيه القيل وقال ويكون فيه ان شاء الله جديد هاد المهزالة ديال الخماسية وكذلك نعرف وش تكاين هاد المهزالة ما يمكنش نخسره لا يمكن هاد المهزالة ما يمكنش تكون إلا ما ينشي حاجة وش تاتمه وفي انتظر نعرف وش تاتمه نتفعلوا ان شاء الله مع هاد المباشر والعشية عندكم موعيد في قناة انا بركاني تيفي وانا بركاني ميديا باش نعارفوا هاد المهزالة مين جات وفين غا يتوصل ولكن المدرب مسؤول عليها الاول واضنه دلك يجي من الزمام را يمشي ثم الفاس بلا ما يجي البركان تحية للجميع نتمنى تفعلوا مع هاد الله فيديو وشكرا شكرا شكرا شكرا